السلام عليكم الغزالات يالين تمنى تكونوا بخير و بصحة جيدة و مع فيديو جديد و وصفة جديدة اليوم اجدكم غنقدم لكم ان شاء الله واحد لي ميني بيتزا بالعجينة و بالحشوة لي كي يجيوا رائعين و خفافين و بكمية و وفيرة و اقتصاديين و الداد بزاف بزاف لي ميني بيتزا لي اكيد اللي جربتوهم احدي تعتمدوهم ضمن الوصفات ديالكم العجينة بدون دلك بدون اي مجهود و الحشوة كتجي بنينة بزاف و الديدة بمقادر و مكونات جد 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 بسيطة كيف كتلاحظوا معايا حضرت معاكم هنا يا جوج وحدة عادية وحدة فيها الزيتون هذا هو الفرق اللي كان بينتهم جيوا بنانين بزاف بزاف فما نطولش عليكم ندوزوا نشوفوا مع بعض المقادر و طريقة التحضير و كانتمنى لكم فرجة ممتعة و الى كانت اول مرة كتزوروا القناة فما تنسونيش من اللي لايك ديالكم و الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم دائما جديد الوصفات و من التعليق ديالكم لكي يوصلوني و نبدأوا على بركتي الله نسبة المقادر فقد نعطيهم لكم على جوج المراحل كمرحلة اولى عندي هنا 100 جرام ديال الدقيق صلب او الدقيق الفينو اللي غربلتم من قبل طبيعة الحال عندي كذلك 100 جرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات يكون من نوعية ملعقة كبيرة ممتلئة جيدا من خميرة الخبز او الخميرة الفورية و ملعقة كبيرة دير السكر حبيبات او السكر ساندة و نضيف كذلك الملح لكمية دياله كتبقة اختيارية انا هنا درت ملعقة صغيرة ديال الملح نخلطو غير شوية دوك النواشيف مع بعضهم تصافي و هنا غادي نخلطو الكل بالماء اللي من الافضل انه يكون دافي ما يكون شخون بزاف فقط دافي عندي هنايا تقريبا تلتمية و خمسين مليليلتر ديال الماء الدافي سوف نحاولو نخلطو مزيان دوك المكونات تما يبقوش لي دوك الحبيبات اللي كي تكونوا لي بالطقيق طريقة لما كتاخد لناش وقت بزاف بدون دلك بدون عجن بدون اي مجهود نكمل الكمية ديال الماء اللي بقى عندي كيف تلاحظوا معايا في اللور كي يكون عندنا خلاة تسائل سوف نغطيها بلاستيك غدائي او فيلم المانطير سوف نخليها على جنوبة تخمر جيدا وتفعل لها ديك الخميرة الفورية اللي دفنا لها ونرجعوا لها من بعد بعد ما مر الوقت كيف تلاحظوا معايا بين بأن الخميرة الفورية تفعلت لنا هنا بشكل جيد خليتها تخمرت مزيان كيف تلاحظوا معايا غادي نوضعها في النطق سالة ديالي يكون شوية كبير حينت باقي غادي نضيف عليها باقي المكونات بشيق الني حينتش اللو اللي خدمت فيه كان صغير شوية خليتها اضعها بالاستعانة بسباتل غادي نخوي قاعد ديك العجينة ديالي ديال ديال بتابيتزا كيف تلاحظوا معايا دوك الفقاعات الفوق هذا الدليل على أن الخاميرة الفورية تفعلت بشكل جيد غادي نضيف عليها النصف كأس ديال زيت الزيتون نصف كأس ديال العنبة غادي نخلط جيدا الوقت بيتمتازج اللي مزيان ديك زيت زيت الزيتون نضيف كمية الثانية 100 جرام 100 جرام نضيف مية وستين جرام دقيق الفرس الخاص بالحلويات يكون من نوعية جيدة نضيف كذلك 100 جرام دقيق الفينو أو الدقيق الصلب أي في المجموعة نضيف مية وستين جرام دقيق الأبيض وميتين جرام دقيق الفينو أو الدقيق الصلب طبيب نسأحض ونجبت صغير نألاء وقامل ونجبت نضيف 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 ذلك نغلبه قليلا نشكلها بحل قليلا لكي يسهل عليها نقطعها القطع عديدة قطع متساوية أو كيف ما بغيته غير باش نخدم كل قطعه على حده لنسهل علينا المؤمورية ونشكل كوائرات ونوضعهم على جنب بالنسبة لمقادير فنوضعهم لكم كاملين في صندوق الوصف مقادير اللي هي مضبوطة وقد جنا بها عجينة البيتزا رائعة جدا جدا نشكل كوائرات على هذا الشكل نجمال العجينة باش منين نطلق هات جيني سهلة نشكل كوائرات ونضعهم على جنب نرش السطح العمل بالقليل من الدقيق الصلب أو الدقيق ونطلق في الكوائرات العجين واحدة تلو الأخرى باستعانة دائما بالدقيق باش ما تلصقش لنا وهذا كيساعدها اننا منيك نديرها الطيب باك نحتاجوا اننا لندهنوا الطاوة ديال الفران لاوانو اطلقتها واحد شوية بيديها وهنا غدي نكمل بالمدلك غدي نديرها بسمك سمك مايكون لا غلط بزاف وكيبقى بطبيعة الحال عينيكم ميزانكم وش بغيتوا تديروا دي ميني بيتزا او انسوا البيتزا تكون كبيرة فلاكم الاختيار هنا غدي نشكل دي ميني بيتزا بيتزات ليهو مصغار لكم عارفين ولدات الصغار كيحماقوا على هات الشكل هادا ديالي ميني بيتزا بيتزا صافي غدي نطلق بالاستعانة بالمدلك هنا يا صافي بعد ما طلقتها غدي نجيب القطاعة او على حساب انتوما الشكل اللي بغيتوها تكون فيه أنا بغيت نديرها على هات الشكل هادا غدي نقطعها بهدي ديال الحلوة كيف سبق لي كتلكم مراكينين شي ادوات كنستعملوهم كيكون عندهم استعمالات هادي اذا انا قطعتها هنا يا على هات الشكل هادا قطعها فقط بالرس ديال الكاس فلكم الاختيار على حساب المتوفر وكل واحد شنو كيبغي اصافي انا هنا يا قطعتها على هات الشكل هادا كيبك تلاحظو معايا كيجي الشكل ديال هجمي وما كيجي شغلية بزاف حاولوا مديروها شغلية بزاف حينت بقى غدي تنفخ حينت فيها الخميرة وهد العجينة اللي غتبقى ليافة بينسيو غدي نجمعها وغدي نعود نطلقها من بعد هادا غدي تخرج ليا بهذا المقادر تضيفنا كمية وفيرة يمكنكم تحضرهم وتخبعهم في الكنجيلاتور تديرون في بلاستيك غدائي او في اين بوات وكتديرون في الكنجيلاتور حتى تستعملهم من بعد غدي نديرها كيف لحتم معي مباشرة غدي ندخلها للفرن واندهنوها ما والوا لان ذك الدقيق اللي تلقناها فيه نحن نفخ عنها طورنا نرش 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 كمية ألعب نتلقى أخرى كمية نطيفها نستمر بنفس الطريقة نقطعها بنفس العبار نكمل الكمية التي تزليها في طاوة نستمر بنفس الطاوة 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 ضم نصير الطاوة نجحة مئة بالمئة كيف تلاحظوا معي كمية كاملة تفاديا أنها تنفخوا في هذه الأثناء كنكونوا درنا الفرن يسخن في الأول كندخلوها كنشعلو عليها من الأسفل غاكة تبالينا بدأت تقبط رصافة كنشعلو عليها شوية من الفوق حاولوا ما تطيبوهاش بزاف تبقى لينا بيضا متسنوهاش تتحمر حين تبقين غدين طيبوها مرة أخرى منين غادي نديروه لها الحشوة من الفوق طبعا الصرصة وفوق منها الحشوة بالنسبة للفرن فكنشعلوه على درجة حرارة معتدلة ما بين 140 تل 150 حاولوا ما تجهدوش عليها بزاف بيش ما تتقدفش وطيب لنا من برات وطيب خضرة من الداخل كيف سبق ليا قلت لكم كنشعلو عليها في الأول من الأسفل ومني كسبة لنا طابط شوية وقبطات رصها فكنشعلو عليها شوية من الفوق ونخليوها بيضا حاولوا ما تتحمروهاش بزاف ونطلقوا من بعد باش نشوفو العجينة ديالبيتزا ديالنا من بعد ما غادي نطيبوها ونحضرها في المجمد ونحضر فقط كمية قليلة ونحضرها في مجمد كبير نحتفظ بها مدة طويلة ونستعمل فقط كمية نحن نحمرها بالنسبة للحشوة قليل من خمج مضاغلة نضيفها بالكفتة نضيفها بالكفتة نضيفها بالكفتة نضيفها من صلصة طماطم نضيفها بالبيزة نحتاجها في صلة صغيرة نضيفها بالفلفلة حمراء القانين من الزيتون الأسود نقطع دوائر فقطعتها طويلة نضيفها ماء إبت Okay نضيف القارين من زيت rocket بنسبة ثقائيا نضيف واحد اشمل مماخ الحمد سوف نشحر الكل جيداً سوف نزل الكل جيداً سوف نزل الكل جداً سوف اضافة في السعودة سوف نزل الكل جيداً كما سوف نبتر لكم ودائما في نفس المقلات وعلى نار مهيلة ما تجهدوش عليها بزاف غادي ندير القليل من زيت المائدة طبعا تقريبا الجهد ديال او دو كيارة سوب ماكسيموم صافي وغادي ندير ذيك الكفتة ديالي او اللحم المفروم تشحر نحاولو نفرتوها هات الشكل هذا نحاولو نفرتوها شوية لنبقوش لنا دي جرون مرسو نديروها فوق من البيتزاجينة جميلة في الشكل ديالها كنسمها هنا بالقليل من الفلفل الاسود او البزار كيف سبق ليكتلكم الكيمية دياله كتبقى اختيارية والقليل من الملح طبعا كي يجينا ذاك المادا قزوين في الكفتة ديالنا سوف نحركو مزيان ديك الكفتة كيف كتلاحظو معايا كنحاولو كيف سبق ليكتلكم كنفرتوها باش يجولوا لدينا دي بتي مرسو ونستمر حتى نكملها في الطياب ونتلقاو من بعد الموجة كل شي اللي غادي نحتاجوه في البيتزا غادي نوضعها في الطابة اللي غادي ندخلوها للفرن هنا يأنا فرشت لها بابيي كويسون غادي ندهنو السطح ديال دوك اللي بيتزا بسالصة اللي حضرتها من قبل غادي نخلي لكم لليان اسفل الفيديو سالصة مئة بالمئة منزلية اللي كنحتاجو فيها فقط البصلة ما طيشا شوية زيت البلدية وشوية ديال التومة وكتجيب نينا وكتعطي واحد اللد لديك البيتزا ديالنا صحي غادي ندهن السطح ديال ليميني بيتزا بهاديك الصلصة حاولوا ما تكتروش بزاف كتديروا القياس كيف كتلاحظوا معايا في الفيديو وما توصلغاش بزاف الجوانب وهناك طبقة تانية من مور ديك الصلصة غادي ندير شوية من هديك الفلفلة اللي شحرتها هي والبصلة نديرو كمية لا بأس بها كيف كتلاحظوا معايا كما هو مبين في الفيديو غادي نوزعها بشكل متساوي كنديرو طبقة منها فوق من ديك الصلصة كتجينا بها بيتزا ديال بزاف 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 وبطبيعة الحال بإمكانكم تنوعو تديرو اي نوع ديال الخضر متوفر عندكم فهادي فقط فكرة من بعد كيبقى لكم الاختيار في الإبداع كتديرو اللي بغيتو وهنايا فوق من ديك البصلة والفلفلة غادي ندير شوية من هديك الكفتة اللي تهي شحرناها لكيف سبق لي كتلكم يمكنكم تديرو الطون أو اللي بغيتو طريفات صغار ديال الجاش تشحروهم فهادي كيف سبق لي كتلكم فقط فكرة وكيبقى لكم الاختيار في الزين وفي الإضافات هاد الفكرة ديالي ميني بيتزا تقدرو تحضروهم على قبل وتحطوهم في الفران ومن يتبغيوا تتاكلوهم فكتسخنوا الفران من قبل كتخرجوهم تسخنوا الفران ومن كيسخن مزيان كتدخلوهم يطيبو كوجبة عشاء خفيفة أو كوجبة عغداء كذلك خفيفة للكبار والصغار كيحماقوا اللي هم الكبار والصغار وكتجيب حلها كأفضل من دوك لبيتزا اللي كنشروهم على برة وموهنية كنعرفوهم كيفاش مصايبين وشنو ديرين فيهم كنتفننو فيهم كل واحد كيديكوغيهم وكيضيف لهم اللي بغى صافيغا نستعمر حتى نكمل اللي ميني بيتزا كاملين ندير فيهم الكفتة اللي شحرناها طبيعة الحال هنا يا كين اللي غادي ندير فيهم شوية ديل الزيتون كحل وكين اللي غادي نخليهم بلاش ما غادي نديرش الزيتون الكحل فيهم كاملين حينت بالنسبة الويدات الصغار اللي عندي كيلي كيبغي الزيتون كيلي ما كيبغيش فكنديرو الخاطر لكل شي ولك نحاول نستر الزيتون على هات الشكل هادها باش مني كنديرو من بعد فوق منو الفخوماج كيجي الشكل ديلو جميل بزاف بزاف ومن بعد غادي نديرو اليوم كيف كتلاحظو معايا لقاينين من فخوماج متزاغي اللي محكوك كنديرو على هات الشكل هادها فقط من الفوق من بعد هو مني كندخله الفران كيدوب وكيسيح لنا فوق من ديك البيتزا كيجي جميل في الشكل ديالو كينين كيف سبق ليكتلكم اللي درت فيهم الزيتون وهادو ما درتش فيهم الزيتون صافي غادي نستمر حتى نكمل اللي ميني بيتزا ديالي كامنين ديروهم الفخوماج والزيتون من الفوق فهاد الاثناء كنديرو الفورني سخون على درجة حرارة معتديلة 140-160 ماكسيموم كنشعلو عليهم فقط من الفوق من كيس خل الفران كندخلوهم انفوا كيبالينا داك الفخوماج بده كيدوب صافي كنخرجوهم حيتاش ديجا لبات ديالبيتزا طيبناها من قبل كيجي الشكل ديالهم بحل هكا قد ندخلوهم الفورني طيبو نتلقاو من بعد باش نشوفو شكلهم النهائي وكيكون هدا والشكل ديالهم بعد ما خرجهم مباشرة من الفرن كيف كاتلاحظو معي الفخوماج داد من الفوق صافي وكي نقدموهم سخانين كيجي ورائعين بزاف بزاف والداد ولا باتة بيتزا كتجي خفيفة وكالدوب في الفم اكيد اكيد اللي جربتو هاد الوصفة كما هي فغدي ينالوا الاعجاب ديالكم وغدي تعتمدوهم دايما الوصفات ديالكم اليومية بيتزا اللي كتجي رائع جدا جدا في الشكل ديالها وفي المضاق ديالها كيجي ولا اروع كيف كاتلاحظو معي وحدين صايبتوهم بالزيتون وحدين لا فكان هدا هو الفرق بينتهم كنشكركم جزيرة الشكر على المتابعة ديالكم وعلى تشجياتكم وإلا كنت اول مرة كتزوروا القناة فما تنسوني شمالي لايك ديالكم والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم دائما جديد الوصفات وكنشكركم جزيرة الشكر وإلى اللقاء في وصفة مقبلة بحول الله اشتركوا في القناة 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 شكرا